منذ فترة قامت حفلة لأحد المغنين المشهورين في مصر وكان بين الطاولات الموجودة في الحفل الطاولة وصل قيمة حجزها إلى 100 ألف جنيه وطبعا الناس على موقع التواصل الاجتماعي استنكروا من هذا يترى الذي سيحجز طاولة بهذا السعر المجنون فقط لمجرد حفلة موسيقية لا تتعدى ثلاث ساعات الغريب أن الحفلة قيمت والطاولة حجزت بل وجميع الطاولات التي بجوارها وبنفس سعرها فالأغاني والموسيقى أصبحت جزء من حياتنا اليومية فلا يكاد يمور يوم دون أن تستمع لها سواء بإرادتك أو بدون فتجدها في المطاعم والمقاهي وموصلات العامة والمطارات وأماكن كثيرة وبغض النظر عن مكان صناعة هذه الأغاني سواء أمريكا إسبانيا أستراليا أو حتى كوريا نجدنا نستمع لها ونعجب بها حتى لو نفهم معانيها وحقيقة ما فيها الأغاني وما تخفي من كواليس خلفها ما وراء الكواليس لو ركزنا في الأغاني بشكل عام والعربية منها بشكل خاص نجد أن كلماتها إما كلمات تنشر الأخلاق السيئة بين الشباب وتجعلهم بالمعنى العام بلطجية مثل الأغاني التي ينتشر فيها حب الأنا والتسلط والتجبر والسيطرة مثل أنا الملك أنا المافيا إلى آخره أو كلمات تركز على التظلم والخيانة وأن الجميع يكرهك ويحقد عليك وأن البشر جميعا أندال 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 وأنه لا فائدة منك ولا منهم ولا من الحياة أو كلمات تدعو إلى الفاحشة والرذيلة بشكل مباشر مثل الأغاني التي تدعو إلى تتبع ورات الفتيات وبنات الجيران إلى آخره أو كلمات تدعو إلى الرومانسية الفارغة وانتظار الحبيب وعدم العيش بدونه وانجح راح القلب بدونه مثل خد روحي وراح ما فيش لا أبلك ولا بعدك إلى آخره وهنا سيقول أحدهم أنا لا أستمع إلى هذه الأغاني الهابطة بل أستمع إلى الطلب الأصيل أيام الفن الجميل كعبد العليم حافظ الذي قال بنفسه فهل قدر الله أحمق وحل الحظ هو الذي يشاء إلى الأغاني العربية أساسا بل إلى الأغاني الأجنبية وخصوصا الكورية مثل فرقة بي تي أس نفسهم الذين يقولون بثرجمة كلامهم في أغانيهم لو قابلت الله سوف أمسكه من رقبته والعياذ بالله هل أنت متأكد أنك حي كيف يمكنك أن تثبت ذلك أن تميت وفي أغنية أخرى أنا الإله أنا الخالد أنا الملك هذه كلمات أغنية لأحد أشهر مغنيها اسمه نامجون وهنا لو تلاحظ أن كلمات الأغنية لوحدها صداها غريب على أذنك وتشعر بتأنيب الضمير عند تكرارها لوحدها لذلك تجد أن الموسيقى هي الأدى التي تجملها يقول علماء النفس أن الموسيقى هي دابة الكلمات التي تستطيع من خلالها تمرير أي شيء فإن كنت تعتقد أنك تستمع إلى الأغنية لوحدها فأنت مغطئ لأنك تستمع إلى جميع مكوناتها بما فيها من موسيقى وكلمات ولحن ثلاثية تخرج لك في النهاية أغنية فيقول المختصون أنك إذا استمعت إلى كلمات فقط فسيكون تركيزك على الكلمات وستفهم معاني تلك الكلمات وتركز بها وإذا استمعت إلى كلمات ولحن فسيكون تركيزك مقسم على الكلمات واللحن يعني ستفهم الكلمات جيدا ومعانيها وستقوم بتكرار ودندن ذلك اللحن ولكن إذا استمعت إلى كلمات وموسيقى ولحن فحينها لن يكون لديك تركيز في أي من مكوناتها أساسا يعني لن تركز في الكلمات ومعانيها ولا الموسيقى ولا في أي مكون وهذا دليل أننا أحيانا نكون قد استمعنا لأغنية عشرات مرات أعجبتنا ولكننا لا نحفظ كلماتها فقط ندند معها ومع اللحن وهذا تفسير لماذا نستمع إلى أغاني كلماتها بذيئة وتدعو للرذيلة ولا نشعر بها وبمقدار الإثم الذي نأخذه منها بل ونكررها بدون وعي عندما تقوم بتشغيل أي جهاز موسيقي هذا ما يحدث لدماغي أولا الآن سوف تصدر ذبذبات تسير هذه الذبذبات على هيئة أمواج صوتية مترددة لتدخل إلى الأذن وتصطدم بغشاء الطبل الذي يهتز بفعلها فيسبب اهتزاز العظيمات الثلاث الموجودة في الأذن الوسطى وعند اهتزاز العظمة الثالثة تصل الاهتزازات إلى منطقة الدهليز وهذا الدهليز يوجد بداخله سائل يعمل على تحويل الصوت وتحليله وإرساله على شكل إشارات عصبية إلى الدماغ والدماغ بدوره يحلل تلك الإشارات فمثلا منطقة الكوربوسكاليسوم هي منطقة تحليل الصوت هي المنطقة التي تجعلك تعرف على صاحب الصوت دون أن تراه مثلا لو جاء شخص من خلفك من صوته تتعرف عليه أما الفص الأمامي للدماغ هو الجزء المسؤول عن تحليل الموسيقى والربط العاطفي لها لذلك عندما تستمع إلى أغنية ما تجد نفسك تشعر بشعور يشبه السعادة لأن المنطقة الأمامية من الدماغ أيضا مسؤولة عن نظام المكافأة في الجسم فشعور الاستماع إلى الأغاني يشبه شعور تعاطي المخدرات أو شرب الكحول خصوصا الموسيقى الصاخبة وفي النظام المكافأة يرفع الجسم من هرمون الأدرينالين والكورتزول فترتفع دقات القلب وضغط الدم لذلك تجد أن من يستمعون إلى الموسيقى الصاخبة في السيارات يكونون أكثر عرضة للتعرض إلى حادث أكثر من من يستمعون إلى الموسيقى الهادئة وفق الإحصائيات ولكن مع الأسف هذه الإثارة لا تدوم طويلا فتجد نفسك بعد فترة من الاستماع إلى الأغاني تشعر بالكآبة والحزن بسبب عدم اتزان النواق العصبية في دماغك في دراسة أجريت على 600 شخص تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 27 عاما وجدوا أن من لا يستمعون إلى الموسيقى الصاخبة 4% منهم أصيبوا بفقدان الذاكرة بينما الذين يستمعون الموسيقى الصاخبة ارتفعت النسبة لديهم حتى وصلت إلى 21% وهذه الدراسة تهدم والله أعلم من يعتقد أن الموسيقى تساعد على الحظ لدرجة أنهم أثبتوا أن الذبذبات الصادرة عن الألات الموسيقية تؤثر حتى على الجنين في بطن أمه وبغض نظر عن مدى مزدقية هذه الدراسات الأمر المتفق عليه أن تأثير الموسيقى لا يتوقف فقط على الدماغ بل قد يتصل تأثيراته إلى أبعد من ذلك يقول الدكتور بارت بلينجز أن التعرض على المدى الطويل وبإفراط للموسيقى منخفضة الترددات ومرتفعة الشدة ليست فقط مضرة بالصحة ولكنها تسبب مضاعفات يمكن أن تؤدي إلى الموت أيضا لدرجة أن تقرير ملكي بريطاني جاء فيه أن عدد الوفيات الناتجة من الموسيقى وصل إلى 75 ألف في عام واحد وخصوصا الشباب المدمنين على الموسيقى الصاخبة حتى أن الموسيقى ترتبط بالحرب جوزيف جوبيل رئيس الدعاية السياسية لهتلر قام بزيادة ترددات الموسيقية العالمية من 432 هيرتز إلى 440 هيرتز سبب فرضه لهذا التردد لأنه يعلم تأثيرات الترددات العالية على الدماغ وكيف تجعل الشعوب مغيبة عقليا وخاصة في الحرب كما أن الموسيقى كانت تستخدم كمسكل الجنود في الحرب لأنها تعمل مثل تأثير المخدر إذا ما استخدمت بشكل جيد لذلك تجد أن الأغاني التي تدعو إلى الحرب دائما عند الاستماع لها تشعر بشعور التضحية والإقدام على الحرب على أرض الواقع تأثير الأغاني على الشباب هذه الأيام أصبحت تفوق تأثيرها في الحروب لدرج أنها أصبحت معيار للانتحار في العالم في خبر صادم فتاة قام أهلها بمنعها من مشاهدة الفرق الكورية والاستماع لها فقامت مجموعة من الأرمي بالتنمر عليها لدرج أن هذه الفتاة قامت بالانتحار وعمرها لم تتجاوز الارابعة عشر تقول إحدى الأخوات أنها كانت في رحلة مع مجموعة من الشابات اليافعات وكانت تعلم أن أغلى من في الرحلة يقومون بالاستماع للأغاني الكورية وكان ذلك واضح من طريقة كلامهم أفعالهم لباسهم إلى آخره فأرادت أن تدخل لهم من مدخل غير مباشر لتحذرهم من ما وراء كواليس الأغاني وفي نفس الوقت لا تزعجهم لأنهم في النهاية في رحلة فسألتهم من منكم أرمي فرد الجميع حينها وهم يتفخرون ويتنافسون من منهم أرمي أكثر فيما قالت لهم أنها ستسأل بعض الأسئلة ومن يجيب عليها جميعا سيأخذ لقب أرمي الرحلة وسيحصل على تي شيرت مرسوم عليها أضاء الفرقة فتحمس الجميع وبدت الأسئلة والجميع ينتظر ويترقب السؤال الأول ما هو تاريخ ميلاد شوقة لتجيب أكثر من واحدة مع بعضهم البعض التاسع من مارس عام 1993 وعمره 29 عاما واسم الدلع المانك الذهبي أو كوكي السؤال الثاني ما هو اللون المفضل لجايهوب لتجيب أكثر من واحدة في نفس الوقت اللون الأحمر وتتابعت الأسئلة وتتابع حماسهم وفرحتهم لدرجة أنهم كانوا يقوموا بالإجابة على السؤال في نفس الوقت بصوت عالي من شدة الحماس حتى وصلت للسؤال الأخير وقالت أن هذا هو السؤال الفاصل الذي سيجيب عليه سيحصل على لقب الأرمي المميز في الرحلة السؤال هو ما هي أركان الصلاة ليسود الصمت مرة واحدة وتتحول الوجوه المتحمسة المبتسمة إلى وجوه مستغربة مستنكرة وهذا السؤال وتقول إحداهن من نهاية الصف هل هذا وقته نحن الآن في حصة الدين أم أننا في رحلة هؤلاء الفتيات هم عربيات مسلمات ولكن لو رأيت طريقة تفكيرهم ولباسهم ستعرف أنهن منزوعات الهوية أخيرا أنصحكم بمشاهدة هذه الحلقة التي تغطي الجانب الديني من هذا الموضوع وهذه كانت ما وراء كواليس الأغاني في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات وإذا عجبك المقطع لا تنسى العجاب به وتركت لك في الوصف بعض الهدائي التي ستفيدك جدا في حلقة اليوم وفي موضوعها ودمتم في أمل